اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازلنا في باب النوادر من كتاب التوحيد من كتاب الكافي الشريف حديثنا في هذه الحلقة حول الحديث السادس من هذا الباب عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في تفسير قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فقال إن الله عز وجل لا يأسف كأسفنا ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مربوبون فجعل رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط نفسه إلى آخر الحديث الشريف هذه الآية الشريفة في سورة الزخرف آية خمسة وخمسين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم الله سبحانه وتعالى يبين أنه غضب على فرعون وآله فأغرقهم الأسف في اللغة العربية إذا لم يكن متعديا أسفت بمعنى الندم أو أسفت من هذا الشيء بمعنى الندم وإذا تعدى بكلمة على بحرف على يكون بمعنى الغضب أسفت عليه بمعنى غضبت عليه وكذلك إذا كان في باب الإفعال آسف بمعنى أغضب لا بمعنى الندم البعض يتصور أن هذه الآية بمعنى الندم فيسأل الندم بسبب الجهل والله سبحانه وتعالى منزه عن الجهل والجواب على ذلك أن هذه الآية استعملت الكلمة بباب الإفعال فلما آسفونا فالمعنى أغضبونا الله سبحانه وتعالى غضب على فرعون وآله فأغرقهم السؤال السؤال الغضب هو كيفية نفسانية والله سبحانه وتعالى منزه عن الكيفيات النفسانية لأن الكيفيات النفسانية ترتبط بالأجسام وبالمخلوقات كما أن الغضب معناه هو التغير الإنسان عندما يغضب يتغير من حال إلى حال والله سبحانه وتعالى منزه عن التغير لما سنذكره لأن التغير يستحيل على ذاته سبحانه وتعالى فكيف الله سبحانه وتعالى يغضب مع أن الغضب من الكيفيات النفسية وأن الغضب يستلزم التغير والله سبحانه وتعالى منزه عن الكيفيات ومنزه عن التغير الجواب على ذلك أن الغضب والرضا وأمثال ذلك في القرآن وفي الروايات يراد به أحد معنيين وبينهما طولية المعنى الأول هو أن الذي يغضب أن الذي يرضى هو مخلوق مصطفى الله سبحانه وتعالى جعل هذا المخلوق معصوما سواء نبي أو وصيء نبي هو الذي يغضب هو الذي يرضى بالمعنى الحقيقي للرضا وللغضب لأنه الأنبياء والأئمة هم بشر فتعتريهم الكيفيات النفسانية من الرضا والغضب وأيضا يعتريهم التغير لم يكن راضيا ثم راضية لم يكن غاضبا ثم غضبة فرضا هؤلاء وغضب هؤلاء لأنه لله ولأنه بأمر الله لذلك نسب رضاهم وغضبهم إلى الله سبحانه وتعالى والإمام في هذا الحديث يذكر بعض الموارد الذي الفعل الذي يرتبط بالمخلوق نسب إلى الخالق لماذا؟ لأن هذا الفعل قام به المخلوق بأمر الله ولله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الرسول صلى الله عليه وآله في أحد الغزوات رفع حفن من التراب ثم رمى في وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه الله يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يعني فعل الله نسب فعل الرسول نسب إلى الله سبحانه وتعالى لأن هذا الفعل من الرسول بأمر من الله وفي سبيل الله إن الذين يبايعون كإنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم الرسول صلى الله عليه وآله رفع يده فكانوا يأتون ويبايعون الرسول صلى الله عليه وآله يد الله فوق أيديهم يد الرسول عبر عنها بأنها يد الله لماذا لأن هذه البيعة لله فأنت تبايع الله سبحانه وتعالى عن طريق مبايعة الرسول وهكذا موارد أخرى من القرآن من يطع الرسول فقد أطاع الله إذا أنت أطعت الرسول فهي يطاع لله لماذا لأن الرسول صلى الله عليه وآله معصوم فإطاعة أمر يريده الله سبحانه وتعالى فإذن أفعال المعصومين قد تنسب إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار أنها في سبيل الله وبأمر من الله فكذلك في هذه الآية فلما آسفونا الأنبياء يغضبون الأئمة يغضبون لكن غضب هؤلاء لأنه لله فنسب هذا الغضب إلى الله يعني موسى غضب هارون غضب عليهما وعلى نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام هذا الغضب غضب موسى غضب هارون عليهما الصلاة والسلام لم يكن لقضية شخصية أو لقضية نفسانية خاصة كما كثير من الأحيان نحن نغضب هكذا وإنما كان غضبا لله سبحانه وتعالى فلذلك هذا الغضب نسب إلى الله فلما آسفونا أغضبونا في الواقع يعني أغضب أنبياءنا أولياءنا بعد أن اتضح هذا المعنى الأول وفي طول هذا المعنى معنى ثاني وهو أن المراد بالرضى والغضب نتيجة الرضى ونتيجة الغضب الذي يرضى يثيب والذي يغضب يعاقب عندما نقول إن الله يرضى ليس بمعنى أنه اعتراه كيفية نفسانية أو تغير هو منزه عن ذلك وإنما بمعنى أنه قدر الثواب أو أثابه لأن الثواب هو نتيجة الرضى الغضب نتيجته الانتقام والعقاب فحينما نقول إن الله غضب على فلان بمعنى أنه رتب نتيجة الغضب بمعنى الانتقام بمعنى أنه رتب نتيجة الغضب وهو العقاب فإذن رضى الله وسخط الله ليس كرضانا وكسخطنا كيفية نفسانية وإنما رضى الله بمعنى رضى أوليائه وهذا الرضى لأنه بأمر من الله ولأنه في سبيل الله نسبه الله إلى نفسه ثم إن هذا الرضى وهذا الغضب له آثار الرضى له أثر الثواب والغضب له أثر الانتقام فباعتبار الأثر نسب الرضى والغضب إلى الله سبحانه وتعالى ثم في هذا الحديث الشريف الإمام يبين لماذا الله لا يعتريه الغضب والرضى بالمعنى الحقيقي لأن الغضب والرضى بالمعنى الحقيقي يستلزم التغير والتغير بمعنى انعدام شيء التغير يعني شيء كان موجود ثم ذلك الشيء ينعدم إلى شيء جديد يعني أنت الآن لست غاضبا ثم تغضب يعني الحالة السابقة اللي هي حالة الرضى أو الحالة التي هي ليست رضى وليست غضب زالت إلى حالة جديدة اللي تسميها حالة الغضب مثلا حالاتنا النفسية هكذا لم تكن ثم تكون أو هي صفة ثم تزول تلك الصفة ويعترينا نقيض تلك الصفة هذا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى التغير محال معنى ذلك أنه شيء في ذاته يتغير بمعنى أنه ينعدم والله سبحانه وتعالى ذاته غير قابل للإنعدام كما ذكرنا مفصلا فيما مضى أن وجود الرب سبحانه وتعالى وجود ضروري إحنا وجودنا ممكن إذا العلة تحققت يعني أراد الله سبحانه وتعالى عن طريق الأسباب الطبيعية نوجد إذا لم يرد الله سبحانه وتعالى لم نوجد لذا قبل ألف سنة لم تكن علة وجودنا متحققة لم نكن موجودين ثم بعد ذلك في سنوات مضت علة وجودنا ما تحققت فوجدنا فالممكن هو الذي إن تحققت علته وجد إن لم تتحقق علته لم يوجد الله سبحانه وتعالى ليس كذلك وجوده ضروري يعني لا يحتاج إلى علة بحيث أنه إن وجدت العلة وجد وإن لم توجد العلة لم يوجد لا هذا وجود أزلي أبدي لا علة له لا غاية في أصل وجوده فإذن إذا صار ضروري يستحيل أن يعتريها العدم التغير معناه أن يعتريها العدم فلذلك التغير في الله سبحانه وتعالى محال هذا الجهة من الجهات يشير إليها الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الجهة الأخرى أنه هذه الأوصاف أوصاف المخلوقات الرضا الغضب بالمعنى الذي هو المعنى الحقيقي له الذي هو الكيفية النفسانية صفة المخلوقات والله سبحانه وتعالى منزه عن صفة المخلوقات فإذا قلت أنه الله سبحانه وتعالى يغضب لكن ليس كالمخلوقات فهذا ليس هو الغضب بالمعنى الحقيقي يصير غضب بالمعنى المجازي إما غضب أولياء أو نتيجة الغضب اللي هو الانتقام وكذلك في الرضا والشيء الجهة الثالثة الإمام يقول والشيء الذي يتصف بصفات الممكنات يكون ممكنا لأنه إذا هو مو ممكن بمعنى أنه ضروري فلا يتصف بصفات الممكنات لأنه يكون تناقض بين كونه ضروريا وبين اتصافه بصفات الممكنات الشيء الذي يتصف بصفات الممكنات لا يمكن أن يكون ضروريا وإنما يكون ممكن مثل الصفات التي يتصف بها فإذن الغضب بمعنى الحقيقي اللي هو كيفية نفسانية وتغير في الذات مستحيل على الله سبحانه وتعالى وكذلك الرضا بمعنى الكيفية النفسانية والتغير هذا أيضا مستحيل على الله سبحانه وتعالى هذا مختصر هذا الحديث ونقرأ فقرات هذا الحديث ونبين مقاصد الإمام عليه الصلاة والسلام عن عبي عبد الله عليه السلام يعني الإمام الصادق في قول الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم يعني فلما أغضبونا فرعون وآله انتقمنا منهم فقال إن الله عز وجل لا يأسف كأسفنا إحنا أسفنا غضبنا تغير في ذاتنا كيفية نفسانية الله سبحانه وتعالى أسفه ليس بهذا المعنى ليس بالمعنى الحقيقي للأسف ليس بالمعنى الحقيقي للغضب فما هو المقصود المقصود هو المعنى المجازي ولكنه خلق أولياء لنفسه اللي هم الأنبياء والأئمة عليهم جميعا الصلاة والسلام يأسفون ويرضون لأن الأنبياء والأئمة هم بشر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي تركيبتهم الجسدية تركيبة بشر لكن في الفضيلة الله سبحانه وتعالى عصمهم الله سبحانه وتعالى اصطفاهم الله سبحانه وتعالى اختارهم لوحيه كونهم بشرا ليس بمعنى أن مقاماتنا كمقاماتهم كلا هؤلاء بشر مصطفون مختارون منزهون معصومون لكن التركيبة الجسدية تركيبة بشر وقد ذكرنا فيما مضى أن السبب في ذلك أنهم القدوة للناس ولذلك الله سبحانه وتعالى لو كان يريد يرسل رسول إلى الملائكة لأرسل ملكا مثلهم لكن إذا أرسل إلى الناس يرسل بشرا مثلهم حتى إذا كان يريد يرسل ملائكة للناس كان يرسل بصورة بشر وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ إذا نريد أن ندزل الملائكة رسول نرسله منهم ملك للناس أرسلنا إنسانا ليقتدوا به فتركيبتهم الجسدية كسائر الناس يأكلون الطعام يمشون في الأسواق يتزوجون يعلمون يفرحون يغضبون يرضون لكن كل أفعالهم في إطار إرادة الرب سبحانه وتعالى يعني إذا يغضب ليس غضبه اعتباطا وإنما غضب لأمر يرتبط بالله سبحانه وتعالى إذا يرضى ليس رضاه اعتباطا وإنما لأنه يرتبط بالله سبحانه وتعالى الحديث الشريف المروي عن الرسول صلى الله عليه وآله إن الله يرضى لرضى فاطمة ويغضب لغضبها هذا بعض العامة استشكل على الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه فاطمة حسب كلامه امرأة فكيف إذا غضبت الله يغضب لغضبها كيف إذا رضيت الله يرضى لرضاها الجواب إن فاطمة معصومة فلا تغضب اعتباطا ككثير من النساء لا ترضى اعتباطا ككثير من النساء بل وكثير من الرجال أيضا وإنما رضاها لأمر يرتبط بالله غضبها يرتبط بالله فلذا الله يرضى لرضاه الله يغضب لغضبها لكن بالمعنى الذي ذكرناه فالله سبحانه وتعالى هؤلاء جعلهم معصومين حتى رضاهم وغضبهم لا يتأثر بأمور غير مشروعة نحن قد نرضى أو نغضب لأمور غير مشروعة واحد تأخذ الحمية حمية الجاهلية العصبية القبلية مثلا المذهبية حتى إذا كان باطل لكن المعصوم الله عصمه فغضبه ضمن الموازين الشرعية رضاه ضمن الأطر الشرعية لذا الإمام يقول ولكن خلق الله أولياء لنفسه يأسفون ويرضون إذا شافوا معاصي إذا شافوا شرك إذا شافوا خلاف إرادة الرب في الأعمال أعمال العباد يغضبون وإذا رأوا الطاعة الإنقياد إلى الله سبحانه وتعالى إقامة الدين يرضون وهم مخلوقون مربوبون يعني هؤلاء ليسوا رب ليسوا ربا بل هم مخلوق فلذا يمكن أن يغضب غضبا حقيقيا هو مربوب يعني الله سبحانه وتعالى يدبر أمره لذلك يمكن أن يرضى وهم مخلوقون مربوبون فجعل رضاهم رضا نفسه هذا الرضا عندما الرسول صلى الله عليه وآله يرضى فكأن الله رضيا مجازا نسب رضا الرسول إلى نفسه كما أنه نسب رامي الرسول إلى نفسه كما نسب يد الرسول إلى يده فجعل رضاهم رضاه فجعل رضاهم رضاه وسخطهم سخط نفسه لأنهم معصومون لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه يعني يدعون إلى الله ويدلون إليه لا تحركهم العواطف النفسانية خلاف الإطار الشرعي الحالات النفسانية خلاف الإطار الشرعي لا تحركهم وهذا معنى العصمة الدلالة إلى الله يعني التعريف الدعوة يعني الإرشاد إليه أولا يعرفون الناس بالرب ثم يدعون إلى إطاعته سبحانه وتعالى فهؤلاء معصومون فرضاهم ضمن الإطار الشرعي غضبهم ضمن الإطار الشرعي فالله سبحانه وتعالى قدس رضاهم فنسبه إلى نفسه قدس غضبهم فنسبه إلى نفسه كما مر سابقا في باب الروح الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى عيسى وبالنسبة إلى آدم يقول روحي ونفخت فيه من روحي يعني نسب روح عيسى إلى نفسه نسبة شريفية نسب روح آدم إلى نفسه نسبة شريفية أو بالنسبة للكعبة يقول بيتي الكعبة بيت الله بأي معنى؟ بمعنى أنه هذا بيت الله سبحانه وتعالى شرفه بأن نسبه إلى نفسه كذلك غضب الرسول رضى الرسول الله سبحانه وتعالى شرفه ماشي يعني شرف هذا الغضب وشرف هذا الرضى بأن نسبه إلى نفسه بعدين الإمام يؤكد وليس أن ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى خلقه يعني مو معنى غضب الله وغضب ورضى الله بمعنى أن الله سبحانه وتعالى له كيفية نفسانية كسائر الناس كلا ولكن معنى الآيات التي تقول إن الله يرضى أو إن الله يغضب هو هذا يعني الرسول يغضب يعني الأئمة يغضبون يعني الأنبياء يغضبون وكذلك يرضون كما أنه الإمام يستشد بأحاديث قدسية وبآيات قرآنية مثلا هذا الحديث القدسي من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ودعاني إليها هذا حديث قدسي إذا واحد يهين ولي من أولياء الله فهذا دي حارب الرب هو دي يهين الولي لكن الله سبحانه وتعالى اعتبره إهانة لنفسه محاربة لله سبحانه وتعالى لشرف هذا الولي كذلك من يطع الرسول فقد أطاع الله إذا أطعت الرسول في أي أمر سواء من أمور الدين أو من أمور الدنيا فقد أطعت الله يعني أمر الرسول هو أمر الله الله شرف الرسول بأن جعل أمره كأمره إطاعة الرسول هي إطاعة لله سبحانه وتعالى الله شرف الرسول بأن جعل إطاعته كإطاعته فكذلك في رضاه وغضبه أو في آية أخرى الإمام يستشهد بها إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم الرسول يده فوق وهؤلاء يبايعون الرسول الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم يعني الله نسب يد الرسول إلى نفسه بمعنى أنه شرف هذه اليد كما شرف روح إيسا وقال روحي شرف روح آدم وقال روحي بالنسبة إلى إيسا قال روحنا بالنسبة إلى آدم قال روحي الله شرف هذا الروح فنسبه إلى نفسه كذلك شرف يد الرسول فقال يد الله هذا تشريف إضافة تشريفية كذلك في غضب الرسول ورضى الرسول صلى الله عليه وآله الإمام يعتقى عد عام يقول هذا الأمر ليس مخصوص بالرضى والغضب أي شي هو في الناس يكون كيفية نفسانية إذا نسب إلى الله سبحانه وتعالى فهذه عبارة مجازية لا بمعنى اتصاف الرب بتلك الكيفية النفسانية هس البعض من أدعياء الإسلام عندما يصل إلى هذه الآيات وأشباهها يجي يقول يقول أن الرب متصف بهذه الصفة لكن بلا كيف زين نجي نسأله شنو مقصودك بلا كيف إذا مقصودك أنه ليس كالناس فهذا صار تعبير مجازي غضب بلا كيف ليس غضب يد بلا كيف ليست يد رجل بلا كيف ليست رجل يصر المعنى المجازي وإذا مرادك لا معنى حقيقي بلا كيف هذا تناقض وصار تشبيه بالنتيجة هذه كسائر الأيدي أو ليست كسائر الأيدي إذا كسائر الأيدي صار تشبيه وإذا ليست كسائر الأيدي فليس ذلك المعنى حقيقيا فالإمام يقول فكل هذا وشبهه على ما ذكرت لك وهكذا الرضا والغضب وغيرهما وغيرهما من الأشياء مما يشاكل ذلك بعد ذلك الإمام يذكر ثلاثة وجوه استحالة الرضا والغضب الحقيقي على الله سبحانه وتعالى الوجه الأول ولو كان يصل إلى الله الأسف والضجر وهو الذي خلقهما وأنشأهما لجاز لقائله هذا أن يقول إن الخالق يبيد يوما ما لأنه إذا دخله الغضب والضجر دخله التغير وإذا دخله التغير لم يؤمن عليه الإبادة هذا برهان التغير التغير في ذات الله مستحيل لماذا لماذا ذكرنا أن التغير معنى شنو معنى انعدام صفة وحالة ووجود صفة وحالة أخرى زين إذا في الرب سبحانه وتعالى انعدمت صفة وجدت صفة أخرى يعني جازة في حقه الانعدام زين إذا صفة انعدمت خليش الذات متنعدم لأنه إذا جاز عليه الانعدام في صفاته فيجوز عليه الانعدام في ذاته فلذا التغير محال في ذات الله إذا كان التغير محال في ذات الله أن يغضب ثم يرضى يغضب ثم يرضى هذا كل محال بالمعنى الحقيقي وأيضا الرضا والغضب بمعناه الحقيقي من صفات الممكنات وليس كمثله شيء فإذا رضاه وغضبه بمعنى آخر هذا سابقا مكررا ذكرناه الصفات التي تطلق على الله وتطلق على المخلوقات ليس بحقيقة واحدة يعني أنت تقول أن الله موجود وأنا موجود الله يعلم مثلا وأنا أعلم بعض الأمور تقول أن الله سبحانه وتعالى حي وأنا الآن حي هذا صار تشبيه الجواب كلا لأن وجود الله سبحانه وتعالى علم ولأن علم الله سبحانه وتعالى ولأن حياة الله سبحانه وتعالى وهكذا سائل صفاته حقيقتها تختلف عن حقيقة علمنا وحياتنا ووجودنا لا مشاكلة ومشابهة بينها نعم اللافظ واحد لكن المعنى مختلف فلذا الإمام يقول وإذا دخله التغير لم يؤمن عليه الإبادة ثم لم يعرف المكون من المكون يعني الخالق من المخلوق إذا هو يتغير المخلوق هم يتغيرون شن الفرق بينه وبينهم لازم يكون بي جهة اللي هي عدم الشبه مع مخلوقاته فإذا كان عدم الشبه من جملة الأمور أن الرضا والغضب الحقيقي مستحيل في حقه ثم بعد ذلك الإمام يقول تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا يعني واحد يجي يقول أنه يجوز في حقه الإبادة يمكن أن يعدام لم يعرف الخالق من المخلوق القادر من المقدور الخالق من المخلوق كلا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا الله لا تغير فيه ولا يتصف بصفات المخلوقات والمخلوقات يستحيل أن تتصف بصفاته لذا هناك بينون وفرق بين الرب وبين المربوب بل هو الخالق للأشياء لا لحاجة الله خلقها لا لحاجة لأنه غني إذا لم يكن محتاجا معنى ذلك أنه ليس بممكن ليس له حاد ليس له كيف هذه الأمور إذا الإنسان التفت إليها يلتفت إلى معاني دقيقة في التوحيد إذن غضب الله ورضى الله ليس كغضبنا وكرضانا وإنما غضب أولياء الله شرفهم بأن نسب غضبهم إلى نفسه رضى أولياء الله سبحانه وتعالى شرفهم بأن نسب رضاهم إلى نفسه نسأل الله سبحانه وتعالى يوافقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين اللهم يا الله اللهم يا الله اشتركوا في القناة